اشتركوا في القناة فاجهز في نقام قهوة او شاي حسب الرغبة وقبلها اعمل لايك وشارك المحتوى واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات ويمكنك تضرب لفه على حساباتي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وقبل لا انسى في قناة في يوتيوب ما راح اقول اسمها كل ما انزل موضوع نزلوهما مع بعض التعديلات تبارد خواطر يمكن بس مش اخر اسبوعين عيب عليكم اذا ما عندكم مواضيع خبروني وراح ساعدكم ملاحظة ثانية انا مش شيخ دين ولا خبير اقتصادي المهم ايش هي المقاطعة هي باختصار رفض منهجي وامتناع طوعي عن استهلاك منتجات شركة او دولة ما او اقامة اي علاقة اقتصادية معها للضغط عليها او ارغامها على الاستجابة لمطالب محددة كتغيير مواقفها او سياساتها اتجاه بعض القضايا كحقوق الانسان او انهاء احتلال ارض ما او وقف العدوان على بلد ما ولاننا في موضوع غزة خلينا نتكلم عن امر مهم حيث دعت المنظمات الفلسطينية على مدار عقود من الزمن الى حملات دولية المقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات والشركات العالمية الدعمة لاسرائيل وتعتبر حركة بي دي اس والتي تعني مقاطعة سحب استثمار وعقوبات من اهم التنظيمات الشعبية اللي تعمل في هذا المجال يا جماعة المقاطعة رسالة وموقف يتم التعبير من خلالها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد كل ما ومن يعادي مثل هذه المقاطعة على الصعيد الاقتصادي والاستهلاكي لها ايجابيات في مقدمتها انها تزيد من اهمية المنتج المحلي وضرورة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات خصوصا بالصناعات الغذائية والزراعية وغيرهما كما تزيد من اهمية وضرورة التجارة البينية العربية لخلق بدائل اما محلية او عربية مثل هذه الاحداث التي يتم فيها المنادى بمقاطعة الشركات او المنتجات ذات الاسماء العالمية ومن ما لا شك فيه ان اسلاح المال والاقتصاد من اهم واشد الاسلحة تأثير في هذا العصر كما ان العامل الاقتصادي هو من بين العوامل المهمة التي تدفع الامم الى مكان الصدارة على الساحة الدولية والمكان المهمة التي يعني انجوفها في دولتين مثل اليابان والمانيا بسبب القوة الاقتصادية لكل منهما وهو اكبر دليل على ما ذكرنا فقد خرجت هاتين الدولتان من الحرب العالمية الثانية وهما مثقلتان بهزيمة فادحة ودمار واسع ومع ذلك فقد استعادت هاتين الدولتان مكانتهم على المسرح الدولي بفضل ما تتمتعان به من تقدم تقني وقوة اقتصادية بالمغتصر مفيد نتائج المقاطعة مش سريعة ترى وراح تظهر بعد ثلاثة اشهر على اقرب تقدير ولكنها مهمة في نشر الوعي وزيادة الاعتماد على الانتاج المحلي وويل لامة تأكل مما لا تزرع وما يهمكم المحبطين وما يسمى بالمؤثرين هم قبضوا ثمن اعلاناتهم المضللة ولا ايش يخلينا دافع عن احد يقتل اخواني الا لو كنت مثله بدون ذمه ولا ضمير وانت تشرب قهوتك في ستاربوكس او تاكل برغر في مكدونالدز تذكر ان كل فلس تدفعه يساهم في سلاح لقتل الابرياء ونحن امام مفترق طرق اما غزة واما الكيان الغاصب والتطبيع ولكم حرية الاختيار طابت اوقاتكم اشتركوا في القناة